على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة ثم نمنوا بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذك علش نحطوا على ذمتكم سوعتين جاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص بش تسألوه ديرك دمو على وضعياتكم لجميع الاستشارات الترضية تسألوه وتستفسروا معه وضعياتكم الصحية ملتبعونا كل يوم من الثلين للجمعة من العشرة النص النهار على الحياة الثم في سنتي زاد بوزيغو صحتك بالدنيا سبعتاش نطقيقة بعد العشرة هلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على البندة فم تسعين ثلاثة راديو اللحاية فم إذا عطل قيروين للصحة مشوارنا يتجدد معكم من الثلين للجمعة في نفس التوقيت مدة سواتين من زمان حتى النهار نحكي لكم على مختلف المواضيع اللي تهم صحتكم أكيد صحتكم عزيزة والصحة تاجون فوق رؤوس الأصحة لا يعلمها المرأة ما قولتنا ولساعدة يتقلك ليس الطب سلعة وليس النجاح حمالا وشهراء الطب هو أن أمنح الصحة لكل من يحتاج الصحة بلا قيود ولا شروط والنجاح هو أن أمنح ما عندي للآخرين توتسويت نمشي معاكم لسومار في السومار لليومة بش نحكي لكم على مختلف المواضيع كيف العادة في ساعتنا لولا بش نبدوكم منظمة الصحة العالمية اللي هميشيا في سياسة صفر كوفيد الصينية غير قابلة للإستمرار معاهم بيانسور نحكي لكم على الوضع الوبائي في تونس وتشريحات جليلة بن خليل اللي تحكي على الوضع الوبائي في تونس مستقل رغم إمكانية تسجيل موجة سادسة من كورونا والفرضية دي ما تبقى قايمة لكن الاحتياطات تبقى دي ما وردة كيف نحاولو نعطيكم بعض المعلومات اللي تهم صحتكم الجسدية والنفسية خاصة الصحة متاعكم وقت اللي نحكي لكم بطبيعة اليوم على السكر وكيفيش تأثيرات متاعه على الجسم متاعكم وكيفيش نحسبو كمية السكر من خلال مختلف الدراسات العالمية القايمة سينعوا في ساعاتنا الثانية نحاولو ناخذ معانا كيما العادة في ألو دكتور دكتور وجدي غنين مش يحكي لكم اليوم على الطرق التجميلية للأسنين متاعكم نعرفو برشة نيس أنتغيسي بالأسنين متاحهم والجمالية متاحهم اليوم مش نحكي لكم على مختلف الطرق اللي تنجم اتهمكم من طبيب أسنين للكو تي استيتيك بتاع الأسنين متاعكم الناس اللي عندها مش هيكل زادة كيفيش في الأسنين متاعه حتنجم اتكلمنا على السبعين سفر خمسة وثلاثين مية وعشرين وإلا سبع وسبعين ميتين وثمانية وثمانين ميتين وثمانين ميتين وثمانين مختلف تدخلاتكم واستفساراتكم مع دكتور وجدي غنين طبيب أسنين اللي بش يكون حاضر معنا أبارتيغ ملح ديش امتاع صباح وبرشة فقرات تمزين اقتصانا فيكم مختلف الأرقام الصحية اللي تنجم اتهمكم انتو ما نيسي اللي برانشي على تسعين ثلاثة مرحبا بقيمنا بخيت في الإخراج التقني للحصة سيف بول عريس اللي مقام للكم الديجيتال ومختلف الفريق اللي مقام للكم كل عادة نحاول نعطي لكم مختلف وأهم الأخبار اللي تهم الصحة متاعكم الناس اللي برانشي على تسعين ثلاثة توت سويت في كوادنف كوادنف سانتي وفي ظل مزين فما كمان بعض الحالات من فيروس كورونا ما يفوتناش كوننا نحدد لكم هكا بعض الأخبار اللي تهم صحة متاعكم انيسي الكل خلينا نبدو من المنظومة الكبرى اللي هي منظمة الصحة العالمية وينقالت سيئست سفر كوفيد الصينية غير قابلة للاستمرار كيفاش وقت اللي حاضر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنام أمس أنه كانت الصين سجلت أول حالتين وفات بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام يوم السبت 19 مارس 2022 وفق ما ذكروا منشور على موقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين على الأنترنت وكانت حادثت حالتين وفات هذية في منطقة جيلين بشمال شرق الصين على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا وينتشكل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي الإجمالي من الإصابات المحلية وهناي اللي كانت الصين نذكركم اللي هي اعتمدت سياسة صفر كوفيد وذلك عليه السماوها سياسة صفر كوفيد الصينية ما هيش قابلة للاستمرار على اعتبار أنه سيبون سجلوا أولى حالتين وفات بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام وتحديدا بتاريخ 19 مارس 2022 مازلنا مواصل معكم زيدا كيف كيف في كوادنا في كوفيد كيما نعرف أحنا تناولنا الموضوع في مختلف الفقارات متاعنا وتحدثنا لكم على إمكانية تسجيل موجة سيدسة من فيروس كورونا في تونس دي ما تقعد الفرضية قايمة على اعتبار أنه الفيروس ما زل موجود الحقيقة رخها وزيدا المواطنين في استعمال البروتوكوليت الصحية وكيف كيف ما زل فهم الترخي من المواطنين في الإطار هذية وما همش قاعدين مشاجعين على التلقيح خاصة الجرعة الرابعة اللي تقريبا أقرت الوزارة اللي فات 60 سنة لازمه يمشي ويلقح الجرعة الرابعة وين أفدت النطقة الرسمية باسم اللجنة العالمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا جليلة بن خليل أنه انتشار فيروس كورونا حول العالم وتفاوت مستويات تصديات لهذه الجائحة بين الدول يخلي إمكانية ظهور متحور جديد وموجات أخرى قايمة ليفتا لها بشتوسع وليفتا للوضع الوبائي اللي رغم اللي هو مستقر في تونس ويتجه نحو التحسن أما ديما الاحتياط يبقى واجب أفدت جليلة بن خليلا وانتشار فيروس كورونا حول العالم مازال عنده إمكانية ظهور وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبان ومستوية التقدم في السيطرة على الجائحة هذية مازال والتصدي لها متفاوت ومرتبط كيما قلت لكم بنسب التغطية للتلقيح ومداء الالتزام بالإجراءات الوقائية اللي تقريبا نحن تسيبنا شوية الحقيقة حتى في الأمن الأخيرة كيما حاس كان المواطن حاس بنوع من الأطمئنين وقالت اللي لفتت النظر زيدة رغم تحسن الوضع الوبائي في تونس إلا أنها فما ما زالت بلادنا التونسية تسجل يوميا حالة إصابة وهو ما يأكد تواصل انتشار الفيروس في البلاد وهذا مش على مستوى الوطني على مستوى البلاد التونسية فقط على مستوى العالم وهنا كنا نحكي نحن على أخبار متاع الصين اللي كانت معتمدة سياسة سفر كوفيد اتعرضت الحالتين وفيت دونك مازال إلا فيروس قادم ولفتت الآن ورغم تحسن الوضع الوبائي إلا أنها لازم تحذر المواطنين خاصة وتشجحهم على التلقيح واستكمال التلقيح بالجرعات التعزيزية رغم العزوف في الجرعة في الثقادي نشهد وزيد عزوف في الجرعة الرابعة أمامي سيريشوا الموحيطين بيننا والناس الموحيطين بيننا يزيدوا وأكدوا على العبيد العزيزة عليهم باش يمشيوا يلقحوا في الإطار ذي حماية لهم وتعزيزا لجرعاتهم اللي كانوا ديجا اخذوها الناس الكل وهكي كان يستكملوا التلقيح بالجرعات التعزيزية الجرعة الثالثة والجرعة الرابعة كانت هذه كودنف نزلنا احنا مواصلين معاكم المشوار حتى النص نهار شوية اخر نجيوكم وموقع برشانيس نعرفوهم مغرومين خاصة بالقهوة ونرفحنا فهم برشانيس تحط برشا كمية سكر في القهوة متاحهم اليوم مش نعطيوكم هكا ديزا ستوس كيفيش تحسبو كمية السكر اليومية القصوى اللي من المفروض كونكم تتناولوه برشا عبيد باش تتفجأ ببعض الأرقام وكمية السكريات اللي قاعدين نتناولو فيها ذا كانيش نقولكم خاليكم بوشي على تسعين تسعين ساك بوان زيرو ساك بوان زيرو اكيد صحتكم ديما تقادع زيزا لنا نسكن اللي بانشاء على تسعين 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 لحي تفهم إذاعة القيرة من الصحة ونحاولو ديما انمدوكم بمختلف المعلومات الصحية وديما كنحكي لكم على الصحة نحكي لكم على الصحة بالمفهوم متاحة الشاملة اللي تنجمت من صحتكم الجسدية صحتكم النفسية الصحة بمختلف المفاهيم متاحة وتو تسويت نمشي معاكم الشفخ سانتي شفخ سانتي في شفخ سانتي ديما نحاولو نعطيوكم أهم المعلومات اللي تهم صحتكم في مختلف المواضيع ونعرف ديما فهم برشة دراسات في الإتار برشة نستسمع برشة دراسات ديما نحاولو نصحو لكم المفاهيم اللي قاعدين تسمعوا فيها الناس الكل اليوم ومش نحكيو لكم على كيفيش تحسبو كمية السكر اليومية القصوى الموجودة في الميكلة امتاعكم جينيغال مو الناس كتابس مع السكر ماشي في فعلها السكر اللي في الاستعمالات اليومية اللي قاعدين نستعملوا فيها ديما لكن يسمى السكر علميا بالساكروز وهو عبارة عن كربوهيدرات بسيطة يتم بالإنتاج متاحها بشكل طبيعي في النباتات خلال عملية البناء الضويق قالت خبيرة التغذية الألمانية زيلكا ريستماير أنه كمية السكر اليومية القصوى لازمها متزيدش على الاستعمال اليومي امتاعنا وكانت حذرت من أنه الإفراد في تناول السكريات ينجم يرفع من خطر الإصابة بتساوس الأسنين وإلا السمند السكري أمراض القلب والالتهابات والسرطان عافينا وعافيكم والله نعرفو احنا تأثير الأبيضين السكر والملح عنده تأثيرات كبيرة متاعنا خاصة على الخلايا متاعنا الخلايا العصبية كمية السكر المسموح بها يوميا برشة تساؤلات تتتراحفكو احنا نحط كمية كبيرة في القهوة متاعنا لكن الناس اللي ما تعرفش هيدا لازمنا نلتزمو بكمية السكر اليومية القصوى ولازمنا نعرفو اللي السكر راهو ينجم يظهر بأسماء مختلفة ما هواش كين السكر لبيف اللي نحكيه وعليه فما جانب سكر المنزين فما المعروف بسكاروز زيدة فما كيف كيف سكر الفيك هالمعروف بالفريكتوز فما نوعه من السكرية الأخرى اللي تنجمو زيدة كيف كيف تلقاوها في الإتارة ذي هذيك علاش لازم في وجبة الإفتار تكون عندكم خمسة جرامات لكل مئة جرام فقط دونك احنا تقول خمسة جرامات طبع سكر قديش فيه احسبوا بمعدل عشرين جرام طبع سكر واحد يحط زوز طبع سكر في النهار هذية في القهوة فقط تشوفوا الكميات متاع السكر اللي نستعملوها في وجبة الإفتار لازم تاكلوا باريكزامبل باش نعطيوكم احنا بعض الحاجات خاطر راهوهم السكريات زيدة مجمو تلقاوها في المقارونة في الكوسكسي اللي هي تكون سكريات بطيئة الامتصاص لكن دي ما راهي تعتبر كسكريات نعطيكم مثلا فطور صباح متاعكم مناشي نجم يتكون توثقة في الشوفين واللي تداخله في العادة مما فيها باس الشوفين خاطر غاني جدا بالأليف وهذا اللي تحدثنا فيه مع خصائي التغذية اللي يقول لك الشوفين حاجة به برشة خاطر غانية بالأليف خاصة لمرضى السكري اللي نجم يعضلهم مستوى السكر في الدم تزيدو شوية حليب معا شوية غلة تكون بينصور غلة فرشكة كيكا تولي تبعد على تاخذ في الصباح حموس وشوكولات وإلا تاخذ كيف كيف يغورت تكون مهيش طبيعية فيها مستوى السكر عالي ولي يكونوا الفوكه ديجا موجمدة اللي هي مضافة ليلها وكيكا تكون عملتها كفطور كوميم فطور كامبلي لكي شبعك وتكون سعرات الحرارية في أقل فيها بيز لا تاخذ كعيبة يغورت تكون طبيعية من غير حتى إضافات وكوجبيت أخرى ديما ننصحوكم بالخضر اللي تكون ديما متواجدة واللي تكون غنية بالأليف نحكي لكم شوية على أضرار السكر اللي هو عنده صحيح أهمية كبرى للجسم بيش يقدم ويمد الجسم بالطاقة اللازمة آما فيما برشا منتجات صناعية تحتوي على كميات كبيرة من السكر اللي كنا كيما إذكرنا لكم مقبيلة شوية تنرجو تأثر عليكم أمراض السكري لقدر الله ومختلف الأمراض الأخرى اللي أحنا معناها شو نكونوا في غنية عنها وحتى تنرجم زي دراهوفة ما في ظهور حب الشباب اللي ساهم فيه كميات السكر المتنيو لذيك عليش ديما ننصحوكم كونكم تبعدوا على كميات السكر وتحاولوا خاصة تعرفوا كيفاش تحسبوا الكميات هذية للي شي باش تعرفوا الكميات المحدودة اللي تاخدها وتكونوا تناولتوا حتى كانتناولتوا كميات سكريات تكون سكريات طبيعية ما تكونش مأثرة على الصحة متاعكم الناس الكل وديما نقول لكم احنا ان شاء الله ربي يحمي الجميع وان شاء الله ربي يبعد عليكم الأمراض اللي كما قلت لكم ظهور حب الشباب وإلا زيادة فرصة الأمراض القلبية زيادة في نسبة حدوث مرض السكري الإصابة بالسرطان والتغذية السيئة اللي نحنا ديجا قاعدين ننكلوا فيها تنرجم زي داكي في كيف تتسبلكم بالاكتئاب وشيخوخة الجلد وتتخلصوا متقى بشكل أسرع خطر احنا في كل المرات تحكينا إذا كان قليد حاجة حلوة ولكن في ساعة مش تحس بشباع تحس لوحك ناشط لكن ملغز ما في ساعة ترجع وتنتكس وترجع تحس لوحك فيش اللي ذيك عليش ردو بي لكم إنسي كل شاء الله ربي يحمي الجميع كانت هذه شيفر سنتي شيفر سنتي ديما في شيفر سنتي وكن حاولو نعطيكم مختلف الدراسات والأرقام اللي تنرجم تهم الصحة متعكم احنا مازلنا مواصلين معاكم مشويرنا في سنتي 5.0 حتى النص نهار ذكركم في ساعتنا الثانية بشيكون ذيفنا الدكتور وجدي غنام طبيب أسنين اليوم نحكيكم على الطرق التجميلية اللي تنرجم وتحسنوا بيهكم مظهر الأسنين بتاعكم خاصة نعرفو هي الوهلة الأولى واللمحة الأولى للإنسان تكون مكال ابتسامة متاعكم اللي تكون ابتسامة سليمة تليفونتكم على السبعين سفر خمسة ثلاثين مياه وعشرين وإلا سبع وسبعين ميتين وثماني وثمانين ميتين وثمانين بحضور الدكتور وجدي غنام طبيب الأسنين أهم الاحتفالات بالأيام العالمية خاصة للصحة هذا موضوعنا في أجنتا سنتي أجنتا سنتي في أجنتا سنتي اليوم أمش نحكي لكم على اليوم العالمي للاحتفال بارتفاع ضغط الدم وكيفاش يحتفلوا بسئر دول العالم ويحتفل العالم في السبع عشر من ماي من كل عام باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم ويحتفلوا في العام هذا ديما تحت شعار قيص ضغط الدم متاعك بدقة وتحكم باش يكون عندك عمر أطول وهذا في إتار توعية بأهمية قيص ضغط الدم الدوري ومعرفة المستويات الطبيعية ليه وقت اللي ينبض القلب بذخ الدم للأوعية امتاعنا هنا يقاس ضغط الدم من خلال قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية ما يسمى بالشرائين وين يتم ضخه بواساطة القلب وكلما ارتفع ضغط الدم كان ضخ القلب للدم أصعب في الإتار هذية تحتفل زدى دولتنا التنصية باليوم العالمي مكافحة ارتفاع ضغط الدم في السنة هذية وين زدى الهيئة المديرة لجمعية أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية تحتفل إن شاء الله نهار لحد خمستشو مي 2022 وين وعشرين انتلاقا من العشرة أمتاع صباح مش يكون المكان المستشفى الجيهوي بحي التضامن بش يعملوا تغطية لندوة صحفية للأعلان عن المشروع النموذجي يهم مرضى ضغط الدم ومرضى القلب بشاركة مع وزارة الصحة وبيش يكون الإدارة الجيهوية بأريانا الاحتفال باليوم العالمي بش يشمل سنيفي تونس عشرة ولاية تقريبا هما الكيف سليانا الجسرين جفصة المهدية جيبس مدنين سوسا نابل ومنزل بورجيبة قبل ايامات من الاحتفال باليوم هذي قبل ايامات منهار لحد 15 مايه 2022 دي ما فهم اهداف اكيد للأيام العالمية من بين الاهداف لليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم هو كون انواعي والناس بأعراض مرض ارتفاع ضغط الدم من خلال الحاملات التحسيسية وإلا من خلال الخيمات اللي تم تنظيمها وديما جينا غالما الخيمات الصحية اللي تم تنظيمها يكون فهي اما قيس ضغط الدم وإلا قيس السكري ومؤشرات السكري في البدن متاعنا زيدا كيف كيف التحفيز على معرفة قيسة ضغط الدم بخطر برشة نيس نجم تكون ما عندهيش ديراية تمشي ضغط الدم لكن بحقنطخ ما تعرفش الدم وقتها متاحها طالع وإلا هابط وديما تقعد في التساؤلت هذي ديما يحاولوا يوعيكم ويوجهوكم في الإطارة ذي زيدا طرق الوقاية المبكرة من ارتفاع ضغط الدم وتسليط الضوء على حجم ارتفاع وانتشار ضغط الدم في المجتمع في ظل ملغزمو التغذية والمحيط اللي قاعدين نعيشو فيه والستخيص اللي قاعدين نعيشو فيه لكلها تأثيرات تنجم تأثر على الصحة نتاعنا إن شاء الله ربي يحمي الجميع موضوعنا كان في أجندة صوتية مواصل معكم المشوار في صوتية 5.0 في أقل من خمسات قائق مانيش بشتاول عليكم برش نرجع لكم من ناسي الكل ذي في نفسي الو دكتور دكتور واش ديغاني مش نحكي لكم على الطرق التجميلية اللي تنجمو تحسنو بيها متاعكم الابتسيما متاعكم تليفونيكم على 7035 120 وإلا 77 188 189 هذا الشيكو المحور موضوعنا في الو دكتور مواناك في العادة يتجدد معاكم في الو دكتور اليوم مش نحكي لكم على أهمية الأسمان خاصة اللي نعرفه الابتسيما متاعنا تشكل نسبة 90% خلينا نقوله النسبة هذية من انتباع الناس على الجميل متاعك على المظهر متاعك وذو كان الانتباع الأول اللي نجمو ياخذوها عليكم ومن أجل الحصول على الابتسيما المثالية لازم اينا نأكد لكم على الزيارة الدورية لطبيب الأسمان كيكا بيش تحافظ على الجمالية متاح وحنا وكي جبني لكم طبيب الأسمان هنا على الستوديو مرحبا بك دكتور وجدي غنام طبيب الأسمان يعيش كأسنان اوكا ديو غطوغ دكتور يعيش كدكتور ومشكور على تلبيت الدعوة دكتور موضوعنا اليوم مهم جدا يعتبر وخاصة برمي لدانيار جنراسيون ونسكن لولد تستعمل في الحاجة تذية اليوم ومش نحكي يقولهم على مفهوم تجميل الأسمان خليفهم بين الاعتقاد الشائع ولا معانا الصحيح لتجميل الأسمان خاطر نجم يقول لك الناس اللي تسمع فينا تقول لك تجميل الأسمان ممكن تستحق عملية كبيرة انترونسيون شيرجيكال تنجم تكون معانا لذينترونسيون بشيكونو ديزانترونسيون كبير هوني خلينا نحدو لما احنا نبدأو لهم مفهوم تجميل الأسمان بصفة عامة مو بي دونك مش نحكيوه نحنا تاو على التجميل بصفة عامة يعني كفكرة هي معانا فكرة قديمة موجودة دونك معانا في السياحة معانا الفنية فمع بيد تهتم بالجميلة تاعم تهم المطر خاصة اليوم نحكيوه على عالم الصورة اليوم الصورة والفيديو دونك الانسان ولا يهتم أكثر بالصورة المظهر الخارجي متاعه هذا اللي يخلى أنه لعباد تجيوه على حاجات جديدة قبل كان يجيوه مثلا الانسان أنه عنده ألم أنه عنده مرض معين دونك نحكيوه على دي پاسيون اليوم عباد تقع سنيه ليسا عليهم عنده حتى المشكلة المشكلة متاعه تجميلية يحب يزاين سنيه لابسا عليهم سنيه فونكسيوني نحكيوه على حاجة فونكسيوني حاجة معنا وظيفية تمشي اليوم نحكيوه على حاجة جميلة حسب المعايير متاعه هو نرجم أنا مثلا كبقتص وكبراتيسيان منرأيش فما مشكلة في السنيه هو الانسان الى قول كنا متقلق حسنا يصفر نحب البرفكسيون خلينا نقول نحن نفهم أنت تفهم الشخصية وتفهم ما يحب يوصل فما حاجات ممكنة وتبيعها وفما حاجات تنج تقول لي راو مثلا التصاورة التي ريتهم اليوم نحكيوه على التأثير متاع المواقع التواصل الشيما على السوشيال الميديا خلينا تأثير متاع الانترنت تأثير متاع الافلام متاع الفيديو كليب دونك هذا الكل خلي لعبه تحب تعمل كما مثلا يشوف فنان يشوف ممثل تحب يعمل كيف بعده يشاور بتبيع السنين وكان فما إمكانية بعد نحكي ووقتها مثلا في الأمور المادية مي ساعات يبدأ من الأحلام متاع الشخص تبدأ غير واقعية تريد يمتج صعبة التحقيق ممكن هون يدخل زادة برشا هي تولت فما الديزاين رسمائل نحكي وعليها بعد كنت قبل ما يصم بالهولي رسمائل اللي تقريبا لبتسيم نس كل كيف كيف خلينا نقول كالسنين بيان نفس للين يومان تولت وتأخذ على حسب شكل الفم على حسب شكل الوجه العبد كيف تعمل الديزاين الرسمائل دونك وليت مرسوم على حسب الشخص أما أكيد تلقاوا صعوبة مع الباسيون خاصة اللي يبدوا رأسهم صحيح شوي يحب يمشي في التقليد الأعمى للشخص الفليني ما يشتغل عليه انتم في الإطالة ذاك أطبي ينصر تحسب عليكم بعد حتى العبد بشترا هم مش تقول السنين ذو خدمهم فلين الفليني دوكتور فلين معنا هاوكل دونك هوني انتم تكونوا صارمين في الطريقة منطاع خدمة السنين تقول ورأي ما تجيش كاريما سنين ذاك كيف تكون تعاملتكم مع الباسيون الصعاب خلينا كما هذو كما قلنا من اللول بالنسبة التجميل الاسنين هي كاليوم هي شي اختصاص في حد ديت ماشو اختصاص قائم ديت ماشو تطور اللي ممكن انو يولي اختصاص ونفس الشعب على مستوى القوانين نحكي مثلا القوانين الطبية ولا اخلاقي الطبية الكودي انتولوجيك مازال مفهم يش برشا معنى النصوص تنظم الحكاية هل انو مثلا انا جيني انسان يقول لنحب نعمل هك انا نعملو اللي حب هو مازالت قانوني نصم وقالا انا انا الدخل يكون عندي معنى دخل وقالوا لا ما تعمل نشكك لانو بعد مش تصير لك مشاكل ويصير لك مضاعفة هذا الكل حسب البراتيسيان فمشكون يفرض رأيه يقول لا ما تجيش ما نعمل لك يمشي مثلا الطبيب يعملو يقول لك هو يحب سني يحبهم بيض دخل في اخلاقية المهنة خلينا اقول انه مزيد مش مقنة دكتور ما هيش مقنة يجمع نرجو نحكي على اخلاقة الطب التجميل وداير اليوم فما برشة مؤتمرات طبية واجتماعات باش نحكي في المواضيع هذه وداير حتى في بعد في شهر رجوع فمؤتمر الكبير في مستير في كل الطب أسنين في المنستير ويتمحور حاول التجميل وحاول ايتيك اخلاقية المهنة في الموضوع هذا نرجو من الموضوع من الموضوع التجميل الأسنين خلينا دكتور احنا بش حطوهم في الإتار عليش قلت احنا مفاهيم تطلخ في ذهن المواطنين تجميل الأسنين بش في بلو انترونسون كبيرة برش وإلا فهم عدي تكنيك أخرين هما نجب نبدو بهم أقل حاجة في التجميل بالنسبة للتجميل نحكيو على المظهر الخارجي كي مش يجي مثلا من اللول بشعب الاناليزة كامل إكزاما أناليز دو سورير الضحكة تيعو شوما الأسنين يظهر في الضحكة مش نحكيو على الأسنين تظهر شي نحكيو على الأسنين تظهر نحن أناليزة الضحكة كبيرة يظهر برش قديش من سنة معناة ناجم تظهر نحكيو على الضحكة لثاوية سورير جنجبال يظحك يظهر برش من الغبة متاعه يتلف صان ونحكيو كسيف كما الحال متاعه أو كحالة مموبيج أو بعد يشوف كثير يقل يسميوها معناة حتى بالانجليزية غامي تشكل مشكلة بالنسبة لعبيد يظهر برش من الغبة وتختلف من الحرول البسيطة الجراحة خفيفة إلى الجراحات المعقدة كريمة عمليات زراع نحكيو عليها عمليات البنج الكامل نحكيو أنه ماكسيلو فاسيال الفك كامل يصير دي بلاسما الفك العلوي يتبدل هذا يتحدث عن الإنسان يحب يوصل للتجاجة وحسب الممكن بيانسور كيف يوجد إمكانية أنه يعمل عملية لما لا نكيد 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 لهم دكتور لدي ما فهم إجراء مقبل إجراء العمليات التجميلية الذية كما مثلا يجب نظفة الأسنن متاحهم الغب صحة الغب متاحهم ليش شوال ليكيو نجم المعي من هنا نجم يقول أنه نجم يتحدث الغب ومريف 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 تدخل التجميل ومريف تدخل التجميل أسنن مريف لذلك لا يوجد مشاكل في فمه ومريف ومريف يحب يحب التجميل ومريف ومريف يبدو في التجميل يعني المريض يشارك في التجميل ومريف يجب بسيط مريف خطوية بسيط حتى طوال فاست مريف فاست تدخل مريف نتيجة تكون خائبة. نتيجة تكون نتيجة مزيئة. ونحكيه حتى نتعيش سبعة سنين. هو مش معتني ومش مهتم مش مش يشقل. وترجل هنا بعد المسئولية هل تكون مسئول هل هو الطبيب أما. لذا من الآن في الخطة تكون فما سرامة في التعامل مع الفاسيون. إذا فما المريض قاعد يبشي معك في البلونت كل مرة تقدم خطوة. حسب الموتيباسيون. أكيد. خلينا نسمع احنا رأي السيدة مستمعين خاطر فما برشة مقالة في الموضوع هذا. نسمعه ديغيكتمو الميكخوط خطوة. أنا عندي ولدي طاحلي على سنيه مقدامي اخي تكسرت. طوع عمره تسعة سنين. حبيت نعرف وقت يشفن عمر ناجم الركب هيلو ديجا فمو فيه المادة. معناها مقلقتو عالاخر ولا فمو الكل جافي ولغبو الكل جافي. وحبيت اكثر حاجة نسأل عليها معناها فنعمر للناجم الركب هيلو معناها وتركح له تكون مري يقلق. والله ما عنديش فكرة كبيرة برشة على معناها على السنيين وعالعلاجات. اما انا نعرف الفاساد دانتاغ ولي كغا. بون الفاساد شجعوني عليها برشة اما انا الحقيقة خايفة منها. حب نعرف اسك معناها كي نعملها او نخسر عليها برشة الفلوس وكل شيء. اسك معناها تقعد برشة وإلا كي تتنحى سنيين الحقيقيين بيش يتمسو ويتمسوش. اذيك اللي نحب نعرفه. انا حسب تجربتي جربت لفاسي تنزيرك. استيتيكم كنت تجربة نيشها يعني وحاجة به ما يبقى دوزان يبدو مهدين انهم يتنحاوا يعني. انا تنحاوا لزوز فكي سألت. قالوا لي رو اشاك فاي لزي ما نتختيع يعني. فالحكاية ولي موكلفة يعني سومهم موش رخيص يتكلف. لان مش متى حاجة تقعد يعني اشاك دوزان تغوزان. اي شخطوك يبدو ننبخ اكثر من سنة. فالحكاية ولي موكلفة. نحبي تناس الينا اسك فمش حل يعني عوضهم استيتيكمو. وممتان جو غابل اكثر ويعني ميكالفوش اكثر. هذا كين دكتور راي بعض الشرع القيرا ويني في خصوص الموضوع اذي. دونك دكتور هي بيخام مش نذكر كل البرالولاني اللي كنت دخلت معنا. قالت عندها ولدها عمره تسعة سنين. طاح على سنيه. سنيه معنى. دونك ركبت هيلو المره الولامي. بخانتخ في ساعة عودة تنحات. فانا عمر بالضبط تنجم هي سيب وانتقول تاو النجم معنى سنيه مكسرة النجم نعمل هيلو نزين هيلو استيتيكمو. ومعنى محافظ على الحجم تاحا واللي هي قلت اللي لغب ولا مقلقوا برشاك يا عودة ترجعت للدكتور مطاحا تلقى اللي السنة هذيك اللي انتطح عليها هي اللي عملته المادة. اول حاجة قبل ما نحكيوها التجميل لازم تداوي السنة على قاعدة. والمادة تتناح. كمثم معنى العروق متاعها تداوي على قاعدة. انت هنو اللي عملته ليش حتى مشكل معنى في الفم. بعد نبشيوه للتركيب. التجميل. هو بحكم عمره. تسعة سنين. نحكيوه التركيبات الثابتة معنى البروتيز فكسي. نحن نقوله ديما فوق ١١٢ سنين. عندما تكتمل مرحلة النمو. نحن. يعني يلاكبر الفم يتحرك ويكبر و قاعدة كنا يلاكيو حاجة بعضفق للتمنا испытываться. نحن نعم ما بتقيم يسبب قاعدة ماشية العاصق للتårt tweets. ن deceased ديما cautanswer في wifi وباذ Grüатель في أكثر معنى الجديدة. نحن نتحدث على موايضة نكتones. نحن نعم هل تدرب ت dyedوكトر مェلي اريد؟ نجاح داكتور متي. هي عندما ارى سنة تكسر وقت الى الأسفل يجب ان يمشي للطبيب وقت الى الأسفل يقلق الى العملية يشرب برشة ماء وقت الى الأسفل يتقلق إثناء ماء وقت الى الأسفل يتقلق هل تنجم بعد تعمل المضاعفات هذه المادة؟ مادة بينها ملور لأنه تنجم يصير فيها فراكتور ولم تفقش فما هذه فراكتور لا يظهرون ملور وتنجم التروماتيزم تعالى السنة تموت مثلها نيكروز يعني العروق التغلدي السنة جويدة على الخرط تقاطع يصير فيها نيكروز تموت ويبدأ تبدل لونها بشوي بشوي وتبدأ تزريق وما يفق شوكام بعد تعمل له مشكلة توجه فيه ولا يقاها تلورت كريمه ولا تزرق لذلك هنا يجب أن تكون ملور تتفقد تشوف ملور الخير مثلا ديترومة انه سنته تطير كريمه سنة كاملة تتنحق شفنا بعض الحالات متاع صغيرات دكتور سامحي كان قاسي تعليق فما صغيرات كان في عمر ثلاث سنين يكون أربعة سنين يكون طاح على سنته وطاحت كريمه عليش تقعد السنة تبطى برشة بش تطلع السنة ذي فمش كوني ما تطلع لهم كريمه شو الفينومان اللي يصير بالضبط هنا يا دكتور خاطرنا شهد بعض الحالات اللي في العمر ثلاث سنين تحت طفلة صغيرة ماي بركنتخ سنة حتى بدلت سنين داخدين ما طلعتش السنة هذيك كيفش هنا الانترونسيون مش تكون دكتور نعم بالنسبة للأياقوطي عمرها مثلا ثلاث سنين ليس تبدلهم خاصة الأسنين الأمامية من ست سنين نعم بقى تنجم تصير ليس لفل الإيربسيون لا تتطلع لأنه هم اللي في السنين الليبانية هم اقيدوا الإيربسيون تعال الأسنين الأخرى حذرواهم بذلك تحت بعضهم حق لذلك لا تطلع شي وقتها تدخل فيها معني التقويم كان هناك ممكن أن نخرجوهم بالتقويم يعني نخرجوهم بشوء بشوء مش نقيدوهم فلنشوريهم الثنية معناها تكون باندارفنسيون مش تكون إيربسيون بصفة طبيعية صحيح مش تكون قيدة بيه بيهي دكتور أحكيوا على الحاجات التجميلية برمي الميكروت خطوار هما سبقون سيدا مستمعين أحكيوا هكا وكل فمش كون أحكي عن الفاسات الكوران اللي يسمعوا بيهم فم واحدة عاملة دجا معنا دجا دخلت الثقافة عن الدكتور اللي هما هي عاملة سمعت انت كنت المشاكل اللي قاتلك بعد عامين بديتت تحس فيهم كلي مشيت نحاو شوي شنو تعمل في الإتالة ذي فم عبيد زيدا كيف كيف تحب تعمل الفاسات تحب تعمل الكوران لكن بخانتخ ما زلت متخوفة شوي على خاطر فما شكو نقالها راهو سمنيك الأصلين راهيبش تتبرد وتتمس دونك العبيد هنا ما زلت خايفة ما زلت ايزيتون الناس الكل ايزيتون في الموضوع ذي يقول لك اينا بش نخسر نحط برشا فلوس في الإتالة ذي بش نجمل سنيه لكن بخانتخ نحن نعرف ديما الحاجات الاستيتيك ديما تكون فيها دورة دو في مش كما السنة الطبيعية اللي خلقونا ربي سبحانه دونك هنا نحن نبدأ وندرجو ونحكو له مش نوما المتود هذوما اللي موجودين في تونس والي زيدة فاما خاطر قلنا تطورات كبيرة سارتحنا ولي مش موجودين في تونس كيفيش زيدة اللي مش موجودين في تونس ينجموا يعملوهم ونحاولو نعطيه لهذو ما اللي زوز نتصيلي سألو في الإتار هذي حاول اللي فاسي تنزيرك إن هي قتلك عملت ووحدة أخرى متخوفة من كونها تعمل اللي فاسيات نحن ندخل في الموضوع مثلا اللي فاسيات أبش تحكيو اللي فاسيات هما كفكرة كفكرة من نجيات اللي فاسيات ممكن عشرة سنين التالية من 2009 فاسيات فاسيات تسوالي فما يعني التسوى دنتائر سنة نحاول نستحفظ عليه ماكسيمم لذلك كيف نحن نخدم سنة مدابية لا نقص شي برشة لأنه قبل توجد الفاسيات كيف تحكيو 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 معنى تاج كامل يركب على السنة لذلك نقص فيها برشة حاجة معنى تري ميتولانة بانسوك لا نقص برشة فما ساعات نفضر ونقتلها العبوق اسمها بيوبيبكتومي هذا يجعل العمر السنة ينقص مثلا السن كانت كانت مشكلة تجميلية في الفاس في الشكل في اللون لذلك 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 نبرد في السنة ونقص في العرق لذلك وقتها سيأتي لفاسيات كل القشرة هي القشرة 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 0 مليم مليم لذلك السنة لا يشعر مليم لا تشعر وهي عن فسايل أكثر ذكر الإنسان سيدون اكثر فهو أعطيب والسفايل أعطيب دكتور بارشانيز كيف تتسائل كيف تتسائل هي سأل بغمية لسؤالي سألته قاتل كيفيش لانتخوتيا اينا يكون باش النجم انحافظ على السنة متاعي وهالان مزيدة كيفية تصرفي تمتاحها باش تكون كيما سنها العاديين دونك لازم ديما البغساج متاع السنين لازم تبعد على القهوة والتي وكل ملونة تتنجم تأثر على السنين خدر احنا عرفوه جماليا وما أبغى المنظر يحب وزيدك السنين البيضة اللي الضحكة متاحها مزيدة تظهر دونك هوني تخيط ما مش تكون للتعاملات بار اكزمبل مش تنزل على حاجة يبسة بسنيها اي عادي وإلا لي دونك هذو ما خنحاولو نوضحوهم بشكيك يارفو لانتخوتيا خدر حنكي ما قلنا بشيحوطو فلوس برشة كميم إذا كير خاصتان واحد أكثر من سنة أو بعد جو سنة يوم حتى الاستيمation دوخية دكتور بين أقل حاجة بقديش وأكثر حاجة بقديش بشكيك كميم يعفو لوحو معلش نوع قادمين وحاجم معناها للكو اللي بشي يدفعو بشكيك يحافظو على السنين متاحه ملحب انه ي Rey ب Ramen يوانه يفرح بسم الجنة قائمك ب البريسينNY مذهل في الفورم لأنه بم ترجمة نانسي قنقر نحن نحل ودى ما قلنا الشخصية مثل الباسيون يجيون الباسيون الباسيون ليس يسفر برشا لا تستحقش برشا وهو خدمته حتى لا تستحقش معناها فما جمهور فما علاقات كبيرة لا يستحقش لكن هو يحب يعمل مصر نحن نوعيه وتفهمه ونحكيوله يجب أن يكون فهم وضوح لنهي لحب مغرب نحن 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 نقلل فتبنىيه على القصيرة بين الطبيب والطبيب ولكم تكون سمتح بها ومقابل المريط يتم تحمس المشاب وطبيب يتم تحمس المشاب لنحن نحن 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 نملكها مثل خمسة سبع سنوات ونحن نتحمل المسؤولات فنحن نتحمل المسؤولات وللنضيف و statingأكد我們 8-6-6-7-7-8-4-7-8-8-8-9-8-7-3-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-0-1-8-9-9-9 ونحن نحن نريك بكل 6-6-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-1 ونحن نمتح بشكل كثير من الأساسية كما قلت للمرافق تشعر أنهم لا يتنحاهم لا يتنحاهم لأنه كل يتنحاهم في الكل نوعية الكل الطريقة التي تخدمت بها لأنه اليوم في المرشي في البيوماتريو كان هناك الكثير كان هناك الكثير كان هناك الكثير الكثير لا تفوت سبعة سنة نضعها في الإتار لا تفوت سبعة سنة يجب أن يعمل بعد سبعة سنة الكل في الربح تنحل الكل إذا تنحا تستحفظ عليها تخبيها تستحفظ عليها القشرة تستحفظ عليها لا تتكسر فقط تكسر نعم وللا تتكسر لن تتكسر لأنها قد تكون بسعالة في لفبريكات فهذا تتكسر لكن في تحت الوطة يجب أن يكون لديها أساسي يجب أن يكون لديها أخرى تصنع كعبة أخرى يكون لديها أمام كولور ويجب أن نرعي فيها لديها أساسي لا تكون شيئا صعيب كما قلت أنت فهما أنكو هل تحمل هذا الشخص هذا المريض هذا المشارك هذا المريض يجب أن تفهم نعم 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 يجب أن يجعلها برشة يجب أن تقوم بشكل مصابعات. تكون المشكلة في الناس وفي ملعبات. يجب أن نتجعلها بعض الأسنان الحديثات. نجح أن نقص برشة. نضع كوش صغيرة في ملعبات. ونخببتها في البقاء. نعطي شكل جيد للسنين. فما زاد الضحكة ساعات كما قلنا كده يظهر الغب نقص شوية في الجنصيف ونكبر شوية في الغطور متاع السنين هذي دكتور لازمها فيزيون استيتيك متاع الطبيب أكثر منها أي ملو المعنى لذلك الطبيب يجب أن يفهم كل شيء جمالي يغذر للشخص يفهم الإيماج وإلا عندما تكون معين تأخذ الفينومين متاع الابتسامة تحطوها كما نقول وإلا الطبيب يجب أن يكون لديه الغزلة الارتستيك هنا الطبيب يجب أن يكون لديه الغزلة الارتستيك كما قلنا اليوم الطب الأسنين التجميل تحطوها مختلفة وإلا تحطوها مختلفة وإلا أنه يتطور وإلا أنه يتطور لأنه يتطور الفيزيون تدخل فيها التحليل من شخصية المكتب ومثال الخدمة ومثالت ومن بعد كيف يجب أن يكون لديه الغزلة يجب أن يكون لديه الغزلة لذلك أهم شيء هو التصوير والصور حيث يبدأ لأنه يوال ، حيث يدخل فيها يأتي بالشيء يجب أن تأتي في وضع وعند تظهر وأنا نتحدث عن أدي يدخل إجراء الخدمات ومثال ومثال قمت بسرعة يدخل الكثير ومثال طبعا أنه إذا كان يقوم بقيته وبدأه وبدأه لذلك الكثير من الأساسين قبل سيجد هذه القناة من المقرة السيدة تأثير في ال patrimônio نعم هذا الحقيقة ممتاز في الحكومة هناك صدقة ملاحق كما ندخل بأننا فعلناها على الموديل مرأة عن طبعا هناك موديل يتعامل بالجبس نحاول نعمل له موديلزازيون كما لا يبني في دار يعمل له موديل الفيزيك يرى فيديوك نفس الشيء بالنسبة للسنين كيف كيف كوش غاوية أولينا متطورين عملية بيني تتخدم على السنين هناك موديلات يتخدم على السنين من السنين هناك موديلات تجميل الأسنين هل أنه تشعر لك هل أنه هو حتى طريقة العيش بسبب ومعنى هذه الموديلات ما هي الموديلات تجميل أولينا في أسنين نعم أهم شيء هي التعليقات للأطفال هل يكون راضي وسعيد بالنتيجة أم لا؟ نجم نصل إلى نتيجة هنا في نظرينا مزينا لكنها لا تعجب شيء كل واحد وجهة نظر هنا يمكن أن تقديم في وجهة النظر ومتعل الشخصية بالضبط هنا نجم للشخصية نجم للشخصية لأنه يجب أن تحل الشخصية مليح مليح لأنحي يحصل على الشخصية لأنه لا يوجد حاجة كثيرا أنت أصلاح ذوق إذا بجئ إنهم يحصل العرض نعم نعم لأن الشخصية مليحة تدخل حتى أنه يكن صعوبة ويحصل على الضع إذاً يدخل حتى أنه لا يجب أن يدخل حجز لأنه لا يدخل حجز يجب أن يكون هناك مشكلة مع الفاسيون لذلك يجب أن يكون واقعي في الأحلم ويجب أن يكون وافقاً من نفسه ويجب أن يفرح بها ويجب أن يكون وافقاً من الطبيب وفي وقتها يجب أن يمشيه في الحلول ويجب أن نتحدث عن التصاور قبل لنصف التصاور قبل فقط وبعد خالقاً ويجب أن نتحدث عن التصاور لنبدأ عن هذه الفاسيون ونصف التصاور ونرى كلاهما لنصف التصاور أوصف نتحدث حول التصاور أن يكون مترد بقجب أن تكون بالمستخدم ولكنه يجب أن نكون متعددة حيث يكون يجب أن نكون هناك حدود وكيف كانت سنيه وكيف كانت سنيه بطبيعة الحال حاولنا نوضح بعض المفاهيم خاصة لسيدة المستمعين وقالتنا دكتور الكوم بالفاسية بينما 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 يفهم روحهم الناس فنائي تار نوعاني لعندي فكرة 350-500 بداية أكثر المنموم مكتاقة 600 دينا المنموم مكتاقة 600 دينا قد يشتوصل لبرون ماكس تفوت حتى مليو هل تقنيتك موجودة دينا كدوكتور ؟ نعم قد أتفهمو تقنيتنا كلمة في تونس يوم التعديل كيف النوع زالد البيواتي ويظهروا كم البيواتي ويظهروا كل عام هناك الأمورن يوجد مديد الحقر مثلا ما كنت اق précた نوع بشأن سينه 2000 في عام 2000 فهي تدخل في عام التسطوري يحيطون على ميزة كارية ويقومون بحيطة ومعامل ويقومون بطريقة أستيتيجة ويقومون بطريقة أماما مثلاً عن المنطقة المنطقة المترجمات المنطقة المترجمات ويقومون بأسفل ويشبهون أكثر للسنة سنة العادية. دعونا نعلمك قليلا للمعة سنين تنجم التعالي. في البور الثاني الابر تنجم التعالي. لذلك هناك الكثير من الانسان يحب الانسان يرجع التعالي ويحب انه دليل على الصغر على الجنس. لأنه يبدأ جنس يبدأ التعالي. تبدأ تتغير اللون تتغير العامل المحيطة باللد. لذلك هذا كل ما يدخل فيه نوعية الماتريو. وكيف يدخل التكنيك نمريك 100% باللد. ويدخل التعالي. ويجب انه تتغير التعالي. ويجب انه تغالي قليلا ويجب انه تغالي وقت. تستراتيفكيات السيراميكة. تتعطيك الكاركتريستيك الوطيكة براسة ناتوريل. ويجب ان تضعها في جنب ناتوري. ويجب ان يجب 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 ان يجب. erhalten فراكتور. لم يجب ان يجب ان يقام عاما لفاقي تاغيم براسة ناتوري. ويجب ان يظهر لفاقي أحضر ركبة. و هنا تحدي كبير في الأسنين الأمامية التي تظهرها السيمتري الكولور لأن السنة لا يوجد لون من فوق لون نحن في الفم العادي لا يوجد نفس الألوين سوف نتحدث عن طرق الطبيض الأسنين الأصل نعم السنة بيضة ترد ما حالك السنة البتساء إلى 100% تحسن سنين اختفي سيلكم اما هيش صحيح الابتسامة ظاهرة دي لكن البياض الناصع متاع السنين ما هيش هذيك هو البياض انتو ما تاو خاتيك مو اطبئ الاسنين والي ماشي في المجال التجميلي قاعدين تمشيوا اكثر في الحاجة تظهر نترغي لذي اللي تلوجوا عليها هما قلنا فما دو تندانس فما مثلا العبارة نتقول ايكال هكا معنا امريكان والخليجيين والانجليز هم اللي تجيبوا فكرة الهولوية السمايل والكلور هذيك معنى البلان البلان اوباك فما عبيد لا تجيبهم شي ايه حسنه وارسة ايه وظهرت انكتو باردي انه حاجة اخبار حسب الشخصيات وحسب لون البوم فما مونيبسة كبيرة والاخرى بشيت اكثر على خدمة المشاهير وعالستعال وطاقهم موجودة في القرشة ومعنى الفكرة التوى الجديدة هي حاجة اخبار اصعب وصحيح اصعب معنى خدمتها ماهيش ماسيال لانه كا بار كا تحلو ايه هذه هي المستعب نحاول كيف العادة نختمون معك بعض النصايح كما كنا مع طبيب الاسنين نحنا نختم جيمة للسيدة مستمعين بعض النصايح أباغ حتى المواضيع التجميلية بعض النصايح فيما يخص صحة الاسنين بتاعهم دكتور الاسنين ينظف عن النصايح ويخص للسنين بهذه المستعدة طبعا بثارتة ويصبح التجميل عملية تجميل لأنه مصرين يبدوا يصروا معنى قولة طبيب لورة ثانية تصر دونك هذي ولد فم إدمان نعم الإدمان على العلاجات معناها التجميلية دونك ما صيرنا لازم يقبل إنساء ما صيره مش يكبر دونك لازم يقبل روحه يقبل معناها الاريد الفي وجهه يحاول معناه يتأقلب يحاول يغلب حتى الجمال معناه لأنه الجمال ما هوش جمال فيزيائي كهو فما جميل نفسي فما جميل من الروح هذا هو الأهم ليبشين عاكسره دكتور تبيع عليين عاكسر الوجه متاعه وجوي نور خليه صحيح مرسي بكو دكتور وجدي غليم طبيب أسنين على المعلومات ذي ولكل الحقيقة كل الحصة وكل من نستدعوك هتمدنا بمعلومات قايمة جدا خاصة فيما يخص الأسنين متاعنا اليوم كان موضوعنا جمالية الأسنين ومختلف طرق تنج متلقاة بالانتغرالي تيمتع الانتربيو وذي مع الدكتور وجدي غنيم على الباج أوفيسيال فيسبوك اللي حيتفهم مرسي للأكيب كامل اللي كانت على ذمتكم اليوم في سانتي سانك بوان زيرو بدينها مع أحمد المخلوف وكما أنا مع أمنا بوخيت في الأخراج التقني الحصة سينو محمد سيف بول عريس نشكرو زمينا حسين مارفحي لأمن لكم الميكرو تخوتوار سينو مرسي لتوت الإكيب اللي كانت على ذمتكم ماري مصولي كوتي ميكرو في أقل من تقريتين لكم سيوار بن حميدة قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة الثامن نمنو بالعلم وبأصحاب الإختصاص هذك عليش نحطوا على ذمتكم سوعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الإختصاص مش تسألوه ديرك دمو على وضعياتكم لجميع الاستشارات الترضية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ما لا تبعونا كل يوم من الثلين للجمعة من العشرة النص النهار على الحياة الثامن في صحتك بالدنيا